عديد التحركات لدى تركيا من خلال المؤسسة الرئاسية التي كانت بزيارات الرئيس إلى مصر إلى القاهرة لبحث الملف غزة والعدوان الذي يصل الآن إلى خمسة أشهر ويزيد ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي وكذلك زيارات يقوم بها وزير الخارجي التركي إلى واشطن علاوة على إرسال هذه المساعدات كل هذه الجهود ما زالت تركيا تبذل المزيد منها فبالتالي إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تحقق شيء ملموس على الأرض فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الحقيقة تركيا تفعل كل ما بوسعها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار تركيا تعمل أن تتحدث عن غزة في كل أنحاء العالم مثلا في قمة المناخ تم الحديث عن غزة من قبل تركيا تركيا كانت وضعت أجندة غزة على رأس أعمالها وأيضا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحقق بالفعل أجندة كبيرة جدا للحديث عن غزة وعن فلسطين والسبب كما تلاحظون أيضا عبر المشاهد أن هناك دمار كبير جدا وهناك أعمال وحشية ومأساة إنسانية في غزة وعندما يتم الحديث الآن عن كل هذه المآسي لا يمكننا أن نتجاهل هذا الواقع وهذه الحقيقة ونتحدث عن أمور سياسية أو دبلوماسية أخرى لذلك تركيا مهتمة جدا بقضية فلسطين كما تذكرون كانت تركيا أيضا من أواء الأدول التي اتصلت بكل أدول لإجراء اجتماعات خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي أو مع أدول الأخرى وأيضا المؤتمرات الأخرى لم يتم الحصول على نتيجة نعم ولكن المبادرة التركية كانت مهمة جدا وفي هذا الصياق أريد أن أقول أن الدول الإسلامية إلى حد الآن لا تحقق المواقف المطلوبة ولا تبدي المواقف المطلوبة في هذا الملاف إلى حد الآن وهذا مع الأسف الشديد ونحن الآن وكما تعلمون أن رياض ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية منعته من الحديث عن ذلك ولذلك وزير الخارجية الفلسطيني لو تحدث بالفعل كان سيدخل صفحات التاريخ بأنه بطل ولهذا السبب كان عليه أن يتحدث ولكن اختار أن يصمت بسبب التهديدات الأمريكية ولكن عندما جاء إلى تركيا تحدث وطالب الموقف الدولي بأن يكون واقعيا وبأن يقف إلى جانب فلسطين وأن يطالب وقف اطلاق النار فالآن الدول الإسلامية لو طالبت بالفعل بوقف اطلاق النار بشكل واقعي فستكون بالفعل فعالة وستطالب بهذا الأمل وتنفذه على أرض الواقع ولكن إلى حد الآن لم يتم الإجماع على وقف اطلاق النار وفي هذه الجزئية تحديدا سيد بشبغ في إطار الدول الإسلامية العلاقة تدرك تماما بأن تركيا داعم حقيقي إلى حل مصار الدولتين وكذلك المملكة العربية السعودية تشترط أن لا يكون هناك تطبيع في العلاقات مع إسرائيل إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة ومصر لا يختلف الحال عن ذلك كثيرا إلى أي مدى يمكن لهذه الدول الوازنة عربيا وإسلاميا أن توظف ما لديها من أدوات وتضغط على الغرب حتى يترجم هذا المصار مصار حل الدولتين لا سيما لولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعتقد أن الدول المنطقة بإمكانها أن تغير مصير المنطقة ولكن سؤالك جميل جدا عندما سألتني متى وكيف وكيفية الضغط على الدول الغربية علينا أن نذكر الدول في هذه المنطقة اللاعبة في الدور المهم تركيا من هذه الدول مع القوى التاريخية التي تحصل عليها وأيضا إيران من الدول المهمة إقليميا والمملكة العربية السعودية أيضا بسبب المكان الجغرافي المهم وقواتها الاقتصادية التي بإمكانها أن تضغط على الدول الأخرى وأيضا مصر تعتبر القوى المحركة للقارة الأفريقية وأيضا لها سكان كبير جدا ومن أقوى الدول العسكريا وبالتالي لديها أيضا أكثر من مئة مليون سكان وبالتالي عندما تجتمع هذه الأربع دول بإمكانها أن تغير مصير المنطقة وبإمكانها أيضا أن تضغط على كل القوى العظمى الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة هذه الدول الأربع بإمكانها أن تحرك كل الملفات كما تشاء ولكن إلى حد الآن لم يتم الإجماع على موقف موحد نعم يمكننا تجميد العلاقات مع إسرائيل ولكن هل هذا حل؟ لا هذا ليس حل نحتاج إلى تدابير قوية بإمكانها أن تكون دبلوماسية وأيضا اقتصادية ولكن إذا استمر الأمر كما هو فبإمكانها أيضا أن تتخذ بعد آخر وهو التدابير العسكرية فهناك أمثلة على التدابير الدبلوماسية مثلا في زمن الملك فهد في المملكة العربية السعودية عندما تم منع بيع البترول فتأثرت القارة الأوروبية بشكل كبير جدا وأيضا الآن دول أوبك هي دول إسلامية معظم مهمة دول الإسلامية فلماذا لا تقوم أيضا باتخاذ موقف لمنع بيع البترول مثلا كموقف لما يحدث في غزة ولماذا الآن يتم التخلي عن هذا القرار ويسمح لإسرائيل بأن تستمر بهجماتها هذه ضد المدنيين وأيضا من جهة أخرى لو قامت كل الدول الإسلامية بقطع علاقاتها وفرض التدابير وأيضا عقوبات كما تطالب إسرائيل الآن بإغلاق معبر رفح بإمكان الأردن أيضا أن تقلم هذا صحيح يعني في فترة الملك فيصل كان هناك قرار بقطع البترول لإمدادات الطاقة على عديد الدول الأوروبية ولكن من بعد آخر أمريكيا عندما قامت الحرب الروسية الأمريكية تنادت الولايات المتحدة الأمريكية بالإنسانية بالأخلاق بالمدنية لكنها تناست تماما ذلك ما يحدث في غزة وشكلت عائقا واستخدمت الفيتو أكثر من مرة الولايات المتحدة الأمريكية لها سياسة نفاق كاملة وسياسة الكيل بمكيالين فتعاملت مع قضية أوكرانيا بشكل مختلف تماما هل تتذكرون دموع جوند كيربي عندما بدأ يرفض دموع لأن الأطفال يبتلون في أوكرانيا وصمت لتقائق وما شابه ولكن لم نرى أي من المواقف مشابهة لما حصل في غزة بل وكان موقفهم أن ما يحصل في غزة طبيعي جدا وأن هذه العمليات هي عمليات كرد فعل وكان طالب وزير الخارجية تركيها كنفيدان بالعودة إلى الحقيقة إلى الواقع وقال أن ما يقتل في غزة هم من بني البشر وأيضا من يقتل في أوكرانيا هم من بني البشر أيضا فتتذكرون كانت هناك دعايات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب الروسية الأوكرانية ولكن الآن لمسا هذه الدعايات أيضا لا تستمر ضد إسرائيل وضد قيادات الاحتلال الإسرائيلي مثلا جوب أيضا الرئيس الأمريكي بالكلمات كان قال أنه لا يجد أن ما تقوم به إسرائيل ليس صحيحا وهذه العمليات ليس صحيحة ومن الضروري إيقاف هذه العمليات وهذه الهجمات ولكن من جانب آخر الطائرات الأمريكية تستمر بحمل الأسلحة والمستلزمات العسكرية إلى إسرائيل بالإضافة إلى وجود مستندات وثاقت وجود جيش أمريكي يحارب إلى جانب صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي فحتى الجندي الذي حرق نفسه أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية كان قد قال أنا وجدت بوثائق رسمية أن هناك جنود أمريكيين دخلوا إلى صفوف الجنود الإسرائيليين وأنا أحرم نفسي فقط لأبدلائي عمل يحسن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وفي مقابلة تلفزيونية قال بالحرف الواحد أن الصراع في الأراضي المقدسة ولم يقل في فلسطين المحتلة لم يقل في إسرائيل بل قال في الأراضي المقدسة وبالتالي ذهب في حديثه إلى أن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن إسرائيل كمسيحي قال هو التزام أصيل بالتالي إلى أي مدى سيدرك قادة الدول الإسلامية بأن ما يحدث الآن هو صراع حضرات وليس من أي باب من الأبواب الأخرى التي يسوق لها إعلاميا مصالح في المنطقة أو استراتيجية معينة لدى كل الأطراف بالفعل هناك منطق لدى الغرب وهي جبهة صليبية ضد جبهة الإسلامية وجبهة الهلال والولايات المتحدة الأمريكية تضع نفسها بين الدول الصليبية بين الدول الغربية ذي ديناء المسيحية ولكن إسرائيل دولة قائمة على الدين اليهودية ليس كذلك ولكن من جهة أخرى عندما كان بوش الأبن قام باحتلال العراق ورغم وجود كل أطر الفخ الموجودة على الأرض الواقع كان هناك جمعت وكانت سنترود وقال أن هذه العملية هي عملية خاصة بالتحرك الصليبي وإما أن تقفوا إلى جانبنا أو أن تكونوا أعدائنا وبالتالي دعم الغرب في عملية احتلال العراق والآن يحاول أيضاً وجيمي كارتر أيضاً عندما تحدث عن هذه الحرب حاول أيضاً أن يحولها إلى حرب دينية أو إلى حرب قائمة على أسس دينية وقال أيضاً حتى الرئيس الأمريكي كان ذكر ذلك وقال أنه سيعطنق اليهودية ويعتبر نفسه مسيحياً ولكن يعتبر نفسه أيضاً يهودياً للدعم إسرائيل وبالتالي نحن الآن نتساءل لماذا يحاولوا أن يحاولوا هذه الحرب إلى حرب دينية أو ما شابه الغرب وألمانيا أيضاً تعتبر دولة مختلفة تماماً وعندما زار الرئيس التركي رجب طيب أردغان وكان في مؤتمر سحفي مع أولف جولز أيضاً تحدث في تلك المقابلة التلفزيونية وقال بأن هناك قوى فاعلة قوية تدعم في هذا المصار وهو تأمين كل مصالح إسرائيل من قبل واشطن وأي من الكونغرس إذا تحدث في مصار حل الدولتين في مصار السلام في مصار الاستقرار سوف لن ينتخب مرة أخرى في الكونغرس إلى أي مدى يمكن لهذه الدول الإسلامية الآن أن تكون لها قوى فاعلة موازنة تماماً لتلك القوى التي تؤمن لإسرائيل كل الأمن والاستقرار يمكننا أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أي مساعي لإرساء الاستقرار في هذه المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع إسرائيل لزعزعت الاستقرار في المنطقة وأيضاً بدأوا بعمليات المجازر وأيضاً نفذوا جرائم حل وإبادات جماعية وكان الهدف الرئيسي هنا أنهم سيهاجموا وينفذوا الإبادات الجماعية وأيضاً يقوموا بقصف جو شامل وسيتحمل الشعب الفلسطيني ربما لخمسة عشر يوم وبعد ذلك سيستسلم وبعد ذلك ستقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال كافة الأراضي الفلسطينية وتكون الدولة الوحيدة في هذه المنطقة ولكن لم يتنبأ ولم يتخيلوا أن الشعب الفلسطيني سيكون في هذه الأراضي ولن يتخلى عن أراضيه والآن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط الآن على نتنياهو من أجل الانسحاب من هذه الاستراتيجية الفاشلة وبدأت بانتقاد السياسات الإسرائيلية وبدأت تقول أنها لا تستطيع السيطرة على مساعي نتنياهو على جشع نتنياهو ولكن هذه المواقف ليست صحيحة أيضا وهذه المواقف فقط تحاول أن تنجي نفسها الآن وتحاول أن تماطل بهذا المسار قدر المستطاع لكي تحولها إلى لعبة مسرحية لا أكثر بالفعل إذا كان يجب البحث عن حل فيجب الآن على التخليص المنطقة برغمتها من الحروب ولكن أيضا عليها أن تدين نتنياهو وعليها أن تحاكم وتطالب محاكمة نتنياهو وبإبعاد نتنياهو وأيضا اللعبة الأساسية هنا لإبعاد كل القادة في هذه المنطقة لسيطرة على فلسطين وأيضا أعتقد أن وجود محمود عباس في السلطة وأيضا وإبعاده أيضا بشكل كامل سيأتوا حينها برئيس جديد ويقولوا أنهم يستطيعون السيطرة أيضا على الدولة الفلسطينية وأيضا لا يطالبوا بعملية انتخابية جديدة ويبتعدون عن عمليات الانتخابات منذ عام 2000 تقريبا و2010 تقريبا يحاولون أبعاد كل السلطة وأيضا يحاولون أن يبعدوا حماس عن السلطة ويبعدوا حماس عن صناديق الاقتراع هذا وضع سيد بشبغ ولكن بالمقابل كانت هناك دعوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لسيد بني جانتس بدون تنصيق أو علم لنتنياهو كذلك لا يرقى هذا التنصيق ولا يصل إلى تفاهمات مع كل من بنكفير وسموترش بالتالي هل هناك انقسام واضح بدأ في الكابنت الحربي في الداخل السياسي الإسرائيلي في هذا الاتلاف وبالتالي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بداء الأخرى قد تؤسس لما يسمى بمصار حل الدولتين حتى هذه اللحظة التي لم تفعل على أرض الواقع السياسة الأمريكية وكما ذكر كارتر عنها أن لا يمكنها الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك إسرائيل لمصيرها لذلك دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل سيكون مستمرا ولكن لن يدعم نتنياهو وكان نتنياهو أيضا الشخصية المستبعدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكانت شخصياته قوية لدرجة أنه يجادل الإدارة الأمريكية كما هي وأيضا كان يحاول أن يبحث عن طرق أخرى مع الصين وخصوصا لفتح أيضا بعض القنوات الجديدة للطاقة وعندما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية منعت إسرائيل ومنع نتنياهو وعفوا الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل بهذه المساعد وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد بدأت بإبعاد نتنياهو عن الساحة السياسية وكانت بدأت بالبحث عن البدائل الأخرى ولكن نتنياهو هنا كان ذكيا لدرجة أنه حاول أن يرفض وقف إطلاق النار ميرانا وتكرانا وأنه لن يتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية ونحن سنستمر بحربنا إلى قتل آخر فلسطيني في هذه الأراضي وأيضا سنعمل على السيطرة التامة والكاملة على أراضي غزة والآن لا مخرج من هذه المعضلة نتنياهو إما سينشر هذه الحروب في كل المنطقة يحاول عن طريق العراق وسوريا ولبنان وإيران إما سينشر الحرب لينسى المجتمع الدولي شخصية نتنياهو أو سينتصر ويكون البطل في هذه الخطة ويستبعد أيضا التدخل الأمريكي في السياسة في سياسة نتنياهو في إسرائيل وبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تظهر وكأنها تريد السلام للمنطقة تريد الرفاه لهذه المنطقة وتفكر بخير ومصير الشعب الفلسطيني والآن تقول أنه بالفعل بإمكاننا أن نفكر بحل الدولتين ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية أستطيع أنا أيضا أن أسيطر عليها ولكن سأقوم بالعمل على إجراء انتخابات وكأن الشعب الفلسطيني هو الذي انتخب هذه القيادة شكرا جزيلا لك الباحث السياسي والخاربير العسكرية سيد جزيلا لكم بشبوغ على ما تفضلت به من قراءة وتحليل شكرا جزيلا لكم